مرحبا طبعاً أنا عم سجل هذا الفيديو بمناسبة الذكرى السادسة للثورة السورية اليوم هالأيام طبعاً بتصادف هي الذكرى السادسة للثورة السورية الثورة اللي انطلقت من درعة طبعاً كلنا متذكر هذيك الأيام وأكيد ما حداً بينسعى اليوم يمكن التورة عم بتمر بأكتر منحص صعب وخطر اليوم كتير الشعب السوري عم بيعاني ظروف صعبة سواء من الناس اللي موجودين في المناطق المحررة اللي عم بيتم قصفة طبعاً واستهدافة بشكل دائم من قبل طيران روسي أو حتى من قبل نظام الأسد وطبعاً المناطق المحاصرة واللي كان طبعاً آخرة للأسف شديد حي الوعر اللي يتعرض لتهجير للمدنيين والأهالي حي الوعر بعد سنوات من الحصار تماماً مثل ما صار مع دارية ست سنوات مريت على الثورة ست سنوات ضاق في الشعب السوري كل أنواع الويلات القتل بالقضائف بالمدافع بالبراميل المتفجرة بالأسلحة الكيماوية بالغازات السام بالأسلحة المحرمة دولية صواريخ الفيل الإسكوت كل أنواع الأسلحة تم قتل في الشعب السوري المعتقلين المفقودين سواءً عند نظام الأسد أو عند الميليشيا حزب الله لبناني أو الحرس سوري الإيراني أو أم داعش والقاعدين ست سنوات عم يدفع فيه الشعب السوري كتير من حياته دفع روحه دفع أغلى ما يملك ليوصل له هدف واحد أنه هو يطالب بحقه بالعيش بحرية وكرامة وهذا أبسط شيء كان عم يطالب فيه الشعب السوري ما طلب أكتر من هيك ست سنوات وما زال الشعب السوري متمسك بثورته بمبادئ الثورة بحريته بحقه بكرامته وما سمح لأي أحدا ما عم يسمح في كتير جماعات أو فصائل طبعاً حاول النظام وتمطرد النظام من المناطق المحررة اليوم في جماعات عم بتحاول تمارس نفس نهج النظام ونفس نهج داعش على المدنيين ولكن الناس مصرين متمسكين بحرهم متمسكين بحريتهم وبكرامتهم وما رح يسمحوا لأي أحداً بأنه هو ينتزع هذا الحق منهم لو شو ما كلفهم الأمر وعم يدفعوا ثمن غالي لهذا الأمر ما رح طول أنا كتير بتمنى أنه سنت دخول الثورة عام السابع يكون هو العام الأخير لمعاناة الناس هو العام اللي ما رح نشهد فيه تهجير للعالم رح نشهد فيه عودة الناس لبيوتها لمنازلة عودة النازحين عودة اللاجئين نتمنى أن يكون 2017 هو بناء سوريا الانتهاء من نظام الأسد من الميليشيا حزب الله اللبناني من الميليشيا الإيرانية الحرس ثوري الإيراني طبعاً من داعش والقاعدة ترجع ثورة مثل ما بدأت مثل ما كانت ثورة شعب السوري لحريته، كرامته، وعدالته بتمنى إن شاء الله هيك يكون فيه فيديوهات بشكل دائم نحكي فيه عن مواضيع بتهمنا بتهم الناس الموجودين بالداخل هذا أول فيديو كنت عم بحكي فيه تزامناً مع ذكرى الثورة في عام السادس ودخول عام السابع بتمنى تشاركونا بأراءكم بتمنى تعبروا عن رأيكم شو بيعني لكم ست سنوات من الثورة شو بتتوقعوا ممكن يكون 2017 هل الشعب السوري نازل عن حقه؟ أو لازال صامت؟ طبعاً بحب اسمع هذا الشيء ممكن بحب بشوف تعليقاتكم بشوف آراءكم إذا بتقترحوا أي مواضيع بتمنى تشاركونا بيا وإن شاء الله دائماً نظل عم نتواصل ونحكي عن الأمور اللي بتهم وتعني أهلنا في سوريا وفي كل مكان شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم